ومسألة المراهقين بقى الفترة دي تحديداً الفترة الزمنية ما هي نورة بقى الميزة كمان إنها حضرتك بتخاطب شريحة يمكن مفيش عمل قبل كده خاطب الشريحة دي يعني إحنا بنشتغل دايماً على شريحة 8 سنين 10 سنين لا هو فما فوق بقى إيه مشاكل المراهقين دلوقتي من خلال نورة إحنا بشي بنقدم عمل خاص بالأطفال إحنا بنقدم عمل خاص بالأسرة المصرية علاقتها بأخوها الأصغر منها علاقتها بولدتها والدها علاقتها بجدتها كمان فإنت حالك بتشوف المراهقين في الفترة دي وبالذات في العصر اللي إحنا فيه سوشيال ميديا تأثيرها إيه عليهم المشاكل اللي بتواجههم من خلالها وده بنشوفه بقى في العمل بنشوف إزاي مثلاً المنافسة ما بينها وما بين زميلاتها في المدرسة أخوها اللي بيتعرض ساعات لمشاكل إنه عايزي بقى بلوجر وهالحاجات اللي بنسمع عنها الولاد ممكن بلوقتي اللي موجودة بكل بي بالزبط فإزاي إحنا نواجه ده وإزاي كأب أو كأم أتصرف مع إبني أو أتعامل معاه لو وجهته مشكلة من هذا النوع فده مهم جداً حقيقي إنك بتوعي الأسرة وفي لوقت نفسه بتقدم نموذج ممكن يكون شبيه ليه موجود في بيوت كتير بس مش عارفين إزاي يتعاملوا مع أولادهم لو تعرضوا للمثل هذه المواقف ترجمة نانسي قنقر